بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يومي الشباب في المحاطرة دي نتكلم عن البيام smoke detector البيام smoke detector بيم يعني شعاع مهم جدا تفهم معايا في بعض الأماكن مثلا عايز أشوف حريق بيحصل بين مبنى ومبنى ما فيش سأف فوئيها في الأماكن المفتوحة بين مبنيين هل أقدر أستخدم smoke detector أو hate detector أو multi detector لا باستخدم بيم detector البيام detector شكله بيكون شبه الجزء ده بالظبط بيبقى عبارة عن ترانزميتر حاجة بترسل وريفلكتر عاكس أو ريسيفر فده بيسموه تي تي يعني ترانزميتر مرسل وار اللي هو ريسيفر مستقبل أو تمام بنسمي الجزء بتاعي ترانزميتر وريسيفر أو ترانزميتر وريفلكتر تمام يبقى أنا عندي الترانزميتر اللي هو الباعث والريفلكتر اللي هو العاكس أو عبارة عن ترانزميتر مرسل وريسيفر مستقبل احنا بنستخدم كتير جدا الترانزميتر والريفلكتر اللي هو في الواقع شبه الرسمة دي يبقى ده ترانزميتر وده ريفلكتر ريفلكتر عاكس طيب الفكرة الخاصة بهذا النظام عبارة عن ايه بالظبط عبارة عن وحدتين وحدة بنسميها وحدة الارسال ترانزميتر وفيه وحدة تانية بنسميها ريفليكتور او ريسيفر اللي هي الاستغبال طيب ده بيشتغل ازاي بيبقى فيه عندي يضوء غير مرئي IR تمام وبيطلع الدخان الخاص بالحريق وبيقطع هذا الشعاع اللي بيطلع من الترانزميتر للريسيفر يعني دايما الشعاع طالع من الترانزميتر للريسيفر ولو دخل الدخان الخاص بهذا النار او بهذه الحريقة تمام يقطع الشعاع وبالتالي يبدأ يدي الارب هو عبارة عن مرسل ومستقبل او زي ما قلنا مرسل وعاكس اللي هو الريفليكتور بمجرد قطع الشعاع لازم يحصل انذار مهم جدا تعمل المحاذاة التامة بين هذا الترانزميتر وهذا الريفليكتور ما يبقاش واحد فوق واحد تحت لا لازم هما الاثنين يبقوا اللاين معمولهم محاذاة كويس جدا طيب يا باش مهندس المسافة بين الترانزميتر والريسيفر بتكون كام بتبدأ حسب الكتالوجات من خمسين متر لحد ميت متر يعني في مسافات بين الترانزميتر والريسيفر من خمسين متر 200 متر من خمسون متر لـ 100 متر يعني فيه أنواع خمسون فيه أنواع خمسين فيه أنواع سبعين فيه أنواع تسعين فيه أنواع مية غالبا هتلاقي المسافات بين المرسل والمستقبل تصل الى 100 متر يعني اقصى حاجة 100 متر طيب هل هذا الترانزمتر اللي هو المرسل بالعرض يقدر يشوف كام الحساس ده بيغطي حواليه فوق وتحت كاويدز كام عرض بيغطي 15 متر بالعرض يعني لو انا هنا الحساس ده في النص كده بيغطي 7.5 متر فوق 7.5 متر تحت وبالتالي الويدز بتاعه 15 متر يبقى المسافة بتكون تقريبا من 50 ل 100 متر بين الترانزمتر والرسيفر اللي هي up to up to 100 متر تمام دي الoperating range او الoperating distance وبيغطي في الدبس بيغطي 15 متر وده اللي احنا هنشوفه فيه كاتالوجات شركة كوبر الموديل اللي اسمه mab50r الموديل ده اخواننا عبارة عن addressable beam detector اللي هو transmitter والreflector وقلنا بيشتغل من 18 فولت الحد 30 فولت DC والكوزنج كارنت بيكون بتاعه اقل من 5 ميلي امبير يعني نوليد الامينيت يعني مفيش اي فلاشنج هتحصل في الكوزنج مود والالارم كارنت بيكون اقل من 9 ميلي متر والالاين منت كارنت في حالة المحاذاة 18 ميلي متر الpower up time بياخد كام عشان يبدأ يشتغل 10 سكند تقريبا في 10 ثواني بين تشغيل لهذا النوع وهنا اللي يهمني الoperating range اللي هي المسافة بين transmitter والreceiver من 55 متر يعني فوق ال50 متر مش هحسي بانت لازم تحطه على 30 متر 40 متر من 55 اقصى حاجة عندك خمسة وهو بيحس بالويتز اللي هو العرض او هنا هنسميه ايمن وايسر او يمين وشمال بيحس فوق وتحت 7.5 متر بيحس بكم متر في الويتز ب 15 متر هنا الاوبتيكال ويف لينز اللي هي الويف لينز بتاع الاحساس اللي هو بالبيم ديتكتور بتبقى 880 نانو متر ده اللي هو شغال عليه هنا برضو بيوضح لي اهو من 50 ل 100 متر احد الانواع التانية بيشتغل من 50 متر ل 80 متر الويتز بتاعه برضو 15 متر اللي هو 7 متر فوق 7 متر تحت والمسافة بين الترانزميتر والريسيفر بتكون من 50 ل 100 متر حسب الكاتالوجات والانواع المختلفة طبعا بيركب في الاماكن العالية او الاكبر من الاربعة متر وغالبا بيركب في الاماكن بين مبنيين يا شباب يعني انا عندي مبنى ايه ومبنى بيه او عمرتين جنب بعض عايز اشوف لو حصل حريق بينهم هركب البيم ديتكتور عشان يكشف هذا الحريق الموجود بين المبنيين فبالتالي الفيديو بتاعنا النهاردة بتكلم عن البيم سموك ديتكتور هو عبارة عن جزئتين واحدة اسمها ترانزميتر والتانية اسمها ريسيفر او بنسمي واحدة ترانزميتر ورفلكتور اللي هو العاكس المسافة بتكون من 50 متر لحد 100 متر او up to نقدر نقول up to 100 متر يعني اقصى مسافة في كل الديتكتور زي احنا شفناها في السوق بتكون 100 متر لازم ترجع للكتالوجات الخاصة بكل شركة المسافة بين الديتكتور زي فوقه تحت بتكون 7.5 متر و 7.5 متر يعني 15 متر وترجع للكتالوج تشوف المسافة بين الحساس اللي هو الترانزميتر والرسيفر والويتس بتاعه او العرض اللي بيغطيه هذا الحساس وشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانظار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة